عندك طيرة اخي الكريم ما عم تلف العش او عندك طيرة عم تلف العش و ما عم تبيض او اذا في عندك اخي الكريم طيرة عم تبيض و عم تاكل بيض شاهد فيديو للاخير لح تستفاد عليه ان شاء الله نبدأ بسم الله ما شاء الله معكم ابن الشام اخواتي اليوم موضوعنا هو كتير مهم و انطرح عندي بالتعليقات بس ابل ما بلش بموضوعي اخواتي حابب تشكركم جميعا بدون استثناء فردا فردا اخواتي بارك الله فيكم اخواتي و لكل من عم يكتب تعليق بدلعي تربيته و اخواتي طبعا اخواتي مالح حاول اطول مقدمة عليكم عندك انتاي مع ما تلف العش شوف الفيديو عندك انتاي لا في العش و مع ما تبيض شاهد الفيديو عندك انتاي عم تبيض عم تاكل البيض اخي الكريم هذا الفيديو ان شاء الله لح تستفاد عليه بس بتمنى منك اخي الكريم تشاهد الفيديو للاخير لوجود معلومات قيمة باذن الله تعالى بسم الله و ما شاء الله اذكروا الله اخواتي طبعا اخواتي المعلومات اللي انا مقدم لكم اياها ان شاء الله هي الصوت والصورة وبالدليل الواضح اللي انتوا شايفينه قدام عنكم لكل شخص ما شاهد فيديوهاتي القديمة ينزل يشاهدها اخواتي لانه في معلومات قيمة و معلومات ان شاء الله صحيحة و الكل لح يستفاد عليها عندي اخواتي هذا الجوز طبقته و نزلت فيديو عنه كان الساعة الذكر مفصول عن الانتاية و الانتاية بافص لحاله وهذا الجوز كمان اخواتي وهذا الجوز كل الجوز اخواتي طبقته انا باذن الله تعالى كله نزلت عليها فيديوهات طبعا مول كل للكل بشكل عام يعني عندي اربع خمس جواز عملت فيديوهات عليها اخواتي مشان يلي ما له مصدق كلامي او يلي ما له مغطنع بكلامي ينزل يشاهد الفيديوهات القديمة اخواتي كيف انا بجهز التكر و كيف انا بجهز الانتاية مروح لموضوعنا اخواتي اللي هو اذا انا في عندي انتاية مع ما تلف العش اخي الكريم عندك اول سبب اذا انت حاطي تتدكر مع الانتاية الانتاية ما لح تلف العش ثاني سبب اخواتي اذا في عندي انا انتاي كانت مريضة وعمعالجها وانت نفخت على بطنة وشفتها جاهزة بدها تاخد شوية وقت لحتى تلف العش ثالث سبب طبعا اخواتي هذا ما في داعي نحن نذكره بس لازم نذكره نحن للشباب المبتدئة اللي هي عمر الطيرة في بعض الشباب ممكن يبدن يزاوجوا لانتاي اذا كان عمره سبعة شهور او ممكن يكون مثلا ستة شهور اخي الكريم 8 شهور 9 شهور الانتاي بتجهز اذا الله راض وفي سبب اخواتي يعني انا بعتبره كارسة هذا وانا اخواتي بنزل اتذكر على الانتاي والانتاي ما للاف العش وبياخد بك منه للانتاي هون ممكن تطويل تمام وفي بعض الشباب عم تقول انه والله في شباب قالوا لنا يلي عندهم خبرة او سألنا تمام طبعا احترامي للجميع وما احترامي لكل شخص مربي طيور زيني وباحترم كل الطرق اخواتي بس انا ما اعطيكم الطريقة الصحيحة والطريقة اللي انا عم استعملها مع طيوري وانتو شايفين الدام عنكم فضل الله عز وجل هذا يلي هي اخواتي قال دخل التكر مع الانتاي التكر بلف العش ما احترامي للجميع هاي معلومة غلط الا ما راحي مربي بعض الدكورة ممكن تساعد الاناتي اشلون او كيف ممكن اخواتي تاخد خيط من الخيطان اللي انتو شايفينه هون قدامكم مثلا تحط الله يا بقلب المعاش لحتى عم يعلمه انه وين وخاصة اذا كان هو عاتي يعني متزاوج من قبل فبيصير بحط الله القطني او بحط الله خيط تعليمي احنا مسميه اخواتي هاي تعليمي فاذا بدك انت الانتاي اتلف العش اخي الكريم اسمع من الله ومني تمام وجرب وكتب لي بالتعليقات شو شفت او شو صار بعد كلامي تمام اخواتي شايفين بسم الله ما شاء الله طيب هلا انا عندي هون جوز غلوستر متل ما يكون شايفين ادام عنكم الانتاي لحالة اخواتي بالقفص هوني ويلي ما بيعرف هاي القلوستر ينزل يشاهد الفيديوهات العديمة بيشوف في عينه انه كانت الانتاي ملافي العش شايفين اخواتي وخاتمته حاطة القطن ويلي ما بيعرف شو دي سايو القطن القطن اخواتي بدال اللبادي في شب من الشباب سألني عن اللبادي اخواتي هاي هي اللبادي يا اما بحط اللبادي انا يا اما بحط الله قطن يعني اللبادي اول شي بكون حاطة بالمعش لو ما تلف الخيطان ما عد في داعي للقطن طيب شايفين أنتو قدام عنكم وأنا كيف عم بعمل عملية التشويه لأنه الإنتاج لفة العش أول شي كان في فاصل بيناتهم يلي هو نحن حكينا عنه في فيديو سابق اللي هو هذا تمام بما أنه هلا الإنتاج لفة العش أخواتي بعمل عملية التشويه يلي هي مثل ما نكون شايفينه أنتو قدام بعض مواجه بعض أو جنب بعض مثلا هون الإنتاج هون الذكر تمام أخواتي طيب أخواتي كمام من الأسباب اللي هي عدم لف الانتاي للعش هو عدم احساسها بالامان يعني شلون يعني هلأ انا عندي مثلا حطت انتاي حطت طلع عش الاخ المبتدئ مثلا بيظل رايح جاي لعندي عم يشوف هل يا هل ترى الانتاي لفت العش ولا ما لفيت باضيت ساويت لا اخي الكريم نصيحا من اخوك حط الافص وحطط لعش او حطط لعش تمام حطط لع الخيطان حطط لعالب بادة يا اطن وتركها عليك انت بالمي والاكل وتشوف انت حركتها مثلا هل يا هل ترى حركتها نظامية ولا لا بس انا ما بيجي بمسك الافص وبنزله على الارض وبتفرج عليها وبشوفها لانتاي كمان لحتطول بلف العش كمان اخواتي في فكرة اللي هي بالبكاري في كتير شباب في كتير شباب عم تقول لي انه والله طولت بلف العش صلى انا حطها مثلا وطولت اذا كانت بكرية اخواتي بتاخد من الاسبوع للعشرة ايام من الاسبوع للعشرة ايام واذا كانت عتيقة ممكن تاخد اسبوع فبتكن تعطوه انتو وقت بدكن تصبروا عليها طبعا هذا الجوز صلى تقريبا لافي اقل الشي ما يقارب الاسبوع تمام اخواتي وعندي هذا الجوز كمان صلى لافي شي اسبوع الانتاي ما باضيت تمام بس انا شبساوي انا بقدم له البيض المسلوق مثل ما يكون شايفين اخواتي بيض مسلوق وعظام الحبار عنده موجود على طول ما تبخلوا على طيوركن اخواتي اذا بدكن تعطوه انتو انتاج وفير ان شاء الله ما تبخلوا على طيوركن وهي هي كمان نفس الشي مثل ما يكون شايفين اخواتي فلهون اخواتي بيعتقد انا ان شاء الله قدمتلكم المعلومات او الاسباب يلي الانتاي ما بتلف العش فنصيحة مني برجع بعيد مرة تانية للشباب اللي عم تكرر الفيديو او للشباب اللي عم تطلع من نص الفيديو اخي الكريم وفي ملاحظة يلي عم يكتب تعليق وما عم يجاوب عليه انا بيكون هذا عم يشاهد اول دقيقة ويطلع فاليوتيوب فاليوتيوب اخواتي ما بيعتبرها مشاهدة وحتى لو كتب تعليق ما بيطلع عندي انا ما بيظهر عندي ولا فيني يشوفه فنصيحة اخواتي اللي هي خلي الدكر بيأفص وخلي الانتاي بيأفص وحط الله الخيطان وحط الله القطن وحط الله المعاش وترك البيع على رب العالمين اذا كانت الانتاي جاهزة واذا كانت بالعمر المناسب واذا كانت بالمكان المناسب انا ما بحطه وبنقله كماني من مكان لمكان او من غرفة لغرفة من حرارة مثلا الغرفة بتكون مثلا 20 بعطيها مثلا درجة حرارة انا مثلا خمسة بتكون تنتبهوا لهذه الامور يعني الموضوع من موضوع بالانتاي هذا بالنسبة للذكر او بالنسبة للانتاي اخواتي اذا كانت الانتاي عمره 8 شهور بكرية ولا ما انا بكرية او متزاوجة او غير متزاوجة بده تلف العش بعد اذن رب العالمين طبعا اخواتي ما تفكروا انتوا ما في انتاي ما بتلف العش كله بلف اذا كانت بكرية ولا غير بكرية في كتير شباب بتسألني بالتعليقات انه انا عندي طيرة بكرية بتلف العش انا قلت للكون وورجع بعدكم مرة تانية عندي هاي الطيرة اخواتي هاي مفرخة عندي هداك الموسم وهي الانتاي عندي مفرخة هداك الموسم يعني التنتين بكاري وفي كتير كمان عندي بكاري الحمد لله لفه العشوش وباضه فباعتقد هيك اخواتي انا حكيت بشكل عام عن موضوع الانتاي اذا ما عم تلف العش طيب هلا نحن منروح لقسم تاني او لفقرة تانية اللي هي انا عندي انتاي لفت العش بس مع مضبيض هاا تمام سؤال حلو مثل عندي انا الانتاي عندي هاي لفت العش مع مضبيض وهي عندي الانتاي لفت العش مع مضبيض انا شو ممكن نساوي لحقلكم شو ممكن نساوي اخي الكريم سؤال حلو وسؤال مهم اول شي عليك اخي الكريم انت اتقدم لهم البيض المسلوق ليش او ايضام الحبار طيب ليش الكاليسيوم بشكل عام مشان شو مشان تكون عرنوس ببطنة لحتى تكون بيض بعد اذن رب العالمين اذا ما كونت عرنوس بيض بقلب بطنة ما بتضع البيضة اخي الكريم وحتى لو تلقحت اخواتي حتى لو تذكر يعني حتى لو تذكر لقحها اخواتي ما حط بيض ليه لانه مالا مجهزة عرنوس وممكن اخواتي تبيض بيض بدون اشرب بيض بدون اشرب ما عندك كاليسيوم لانه مالاك دعمها انتي و هل ترى انا بدي ادعمها وقت انا حط تذكر مع الانتاي انا بدي ادعم الخضروات والفواكه المتواجد عندك أنا مشان ما عدا تقول جزار وا 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 لا خضروات عندك موجودة أخي قدم عندك فواقع قدم ضمن برنامج غزائي ضمن برنامج غزائي اسبوعي تمام مشان ما أرجع عيد مرة تانية وكرر كيف التقديم لا ضمن برنامج غزائي نحن متفقين على هالفكرة هي أنا بقدم التفاح ولا غيره ولا غيراته ضمن برنامج غزائي إخواتي يعني أنا بعرف إنه بحكي كتير بس قصم بالله العظيم أنا مشانكم ممشاني شايفين كيف ينصبح بيض المسلوق إخواتي أنا بالنسبة لي فضل الله عز وجل الحمد لله طيوري جازة وهئي الأنتد لك عم تاقي بيض المسلوق إخواتي يعني فضل الله عز وجل الحمد لله شايفين أنتوا أدام معكم هذا فضل الله عز وجل بسم الله وما شاء الله إذكروا الله إخواتي تمام بس أنا همعطيكوا المعلومات ه ILRE حتى كل يستف block in sh Allah بأذن الله فالمهم إخواتي بن살 في موضوعنا عندك انت لكنت ما هي التحتة قدم للكاليسيوم لحتى تكون العرنوس اللي بقلب بطنه هل في ممكن مثلا كتير شباب ما تعرف شو هو العرنوس عرنوس هو اخواتي اللي بتكون فيه البيض داخل بطن الانتاي يعني انا بدي اقدم للانتاي قبل ما دخل اتذكر عليها وحتى قبل ما اعطي معاش او خيطان او الى اخره تمام اخواتي لما تكون الانتاي مدعومة بالكاليسيوم وتكون الانتاي مثلا جاهزة حالة ولاف العج وعرنوسة جاهز كامل مكتمل اخواتي لح تضع البيض بعد اذن رب العالمين ليش فيه سبب من اسباب بعض الشباب عمكتربي بالتعليقات عندي الانتاي باضيت واكلت البيضة تبعها هذا هو مربط الفرس وهذا هو اخواتي اللي انا عم نوح عليه وقالكن كاليسيوم اخواتي ليش لحلكون ليش بالنسبة للكالكاليسيوم لما هي عندها عرنوس البيض كامل ومكتمل تمام اخواتي وعندها كفاية بالكاليسيوم تمام لما تضع البيض اخواتي تضع البيض كامل ما تضع البيض هي انه من دون اشرب او بتاكل البيض حتى تعود الكاليسيوم يلي نزل منه او يلي خسرته هي هذا هو سبب الانتاي وقت تاكل البيض تبعها او وقت تطيض بيض من دون اشرب اخواتي ادعموا بالكاليسيوم ادعموا بالفتمينات ادعموا بالخضروات والفواكه نصيحها مني اخواتي مشان ان شاء الله تاخدوا انتاج وفير بعد اذن رب العالمين طبعا اخواتي طيب اخواتي في كتير شباب عم بتقلي مثلا عندي انتاي بس ما عم تجهز ها ها لحعطيكم انا بعض الاسباب ليش عندي الانتاي مثلا ما عم تجهز الانتاي اخواتي ما عم تجهز لكتير اسباب يلي هي انا ذكرت الفيديوهات سابقة بس لح احكي عنا انا هلا ان شاء الله بشكل مفصل وشكل هيكي سريع بسرعة ان شاء الله لحتى ما يكون الفيديو طويلة عليكم اول شي اخواتي حسب عمر الانتاي هل يا هل ترى عمر الانتاي عندك انت متجاوز لثمنتي شهور هل يا هل ترى عندك درجة الحرارة انت بالمناسبة الاضاءة عندك مناسبة عندك التغذية اخواتي كمان مناسبة طبعا اللي بدي يعرف شو معنى المناسبة او كلامي ينزلي شاهد فيديوهات القديمة اللي انا عملت عن الاضاءة والحرارة والتغذية هل يا هل ترى اخواتي انت سبتها وتركتها متل ما هي انت عم تشوفوا فيديوهاتي انا عم نقل شيء الا اللهم اذا انا عندي مثلا مفارد مفارد يعني عندي فحل لحاله او عندي انتاي لحالة الساعة مثلا ما لفت لعش بس انا عندي انتاي مثلا بدي جهزها بسبت لبسماره ومبحركها من بسمار لبسمار كيف في شباب اخواتي عم تحرك من غرفي لغرفي وهذا اكبر غلط مع احترامي لكم اخواتي بس انا معطيكم شو الاسباب والنصايح بنفس الوقت يعني اخواتي اذا انا عندي طيور عم تدعم بالكاليسيوم وعم تدعم بالفيتامينات ووووى الى اخره وانا مسبت مكانه تمام وعمر اخواتي هي من 8 شهر 9 شهر وما فوق وعندي كل الاضاءة والحرارة والتغذية مناسبة لتجهيز الطيور باذن الله انا مو باذني انا ولا باذنك انت باذن رب العالمين لطيور لاح تجهز لطيور لاح تجهز اخواتي وكمان في سبب اذا انا عندي طيور مريض او كان مريض وعم عالجه كمان بلعب دور وبيأخر جهوزيته وحتى في طيور ممكن تدخل بالقليش يعني بطرح الريش بغيار الريش اخواتي هاي كلها فيه الى اسباب بس اذا انت عندك طيور بصحته سليمي وعم تقدم الشي اللي لازم تقدمه طيورك انت باذن الله لح تجهز طيورك وتاخد انتاج سليم باتمنى التوفيق اخواتي لجميع او اي حدا عنده اي سؤال او اي استفسار حطوا ليها بالتعليقات باتمنى التوفيق لجميع اخواتي والسلام عليكم